موعدنا الآن مع جولة في الصحافة ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية نبدأ من موقعنا موقع صدى البلد ومنه نقرأ تقرير أعده الموقع وجاء تحت عنوان الاتحادية اليوم السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي وتوطين صناعة المركبات الكهربائية ويهنئ ملك الأردن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدت في قصر الاتحادية حيث اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وتناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا استعراض فيه مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الألي ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى مروري مئة عام على تأسيس المملكة وجاء نص الكلمة أخي الكريم جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أشارك معكم جلالة الملك والشعب الأردني الشقيق في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وهي المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربي والإسلامي والتي تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبين الشقيقين بتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود للمضي قدما بمسيرة العلاقات بين البلدين وأن نسعى سويا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والسلام والتنمية لشعوب ودول المنطقة وأضاف الرئيس وإننا نستذكر بحق الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي وتابع الرئيس جلالة الملك عبدالله الثاني لقد ثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن التوافق الاستراتيجي بين المصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات وذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين واختتم الرئيس السيسي ومن هنا أود أن أختتم بتقديم تهنئة من الشعب المصري للأردن ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية متمنيا لكم ولشعبكم الشقيق المزيدة من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا وأمتنا العربية